من المعروف ان الاسماء في الانجليش ملهاش خواعد اوكي انا ده كلام الشائع والمعروف بس انا شايف ان الاسماء لهم قعدتين وهي مجرد وجهة نظر ملهاش اي اساس من الصحة يتكتنع اي ما تكتنعش النظرية الاولى او القعدة الاولى هي ان الاسماء بتنطقها باللغة اللي انت بتتكلم بيها يعني مثلا عربية زي فيت العربية الفيت اوكي هي الانجليش لو سمعتها من اي دكشنيري هتسمعها فيت عادي جدا فدي القعدة الاولى انك هتشوف الكلمة بتتقل ازاي في لغتك وتنطقها مفيش مشكلة في ده تمام طب القعدة التانية بقى واللي بتلغي القعدة الاولى اصلا هي انك لما تروح لواحد وتقول له اسمك ايه فيقول لك انا اسمي خالد اوكي طيب بس انا انا رجل بتكلم انجليش فانا اسمك دا وبيتنتق كالد طيب كالد دا اسمك لا يا سيدي انا اسمي خالد عايز تنتقوك خالد اوكي بس ما تقوليش كده انا اسمي خالد يعني احترم مراغبتي ان انا اسمي خالد ايا كان بقى في لغتك بيتنتق ازاي فنفس الكلام بقى في العرضيات انا رحت سألت الراجل صاحب شركة فيت قلت له يا باشا العرضية بتاعتك اسمك اسمها ايه اسمها فيت مش كده قال لي لا اسمها فيات فيات ايه ايه فيات دي بس هي اسمها فيت حتى مكتوبها كده قالك لا اهي اسمها فيات والله انا معرفش اكتبها بطريقة تاني غير كده لو عندك طريقة تاني بتكتب بيه بحيث تقراها فيات اوكي بس هي اسمها فيات طب فيات ايه؟ صح برضو في لغتك بس الاسم فيات احترم رغبتي يا باشا ان انا مسمي عربتي فيات باشا